سلام عليكم وصلى الله على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام هنعمل النهاردة اصحابي كفتة من انواع الكفتات كده التخفة اللي الكل بيحبها هي كفتة البرغل وجبة موفرة واقتصادية بنصف كيلو لحمة بنطلع كمية كبيرة تأكل اكتر من سبع افراد وآآ آآ حاجة انها بتعمل مشوي زي كفتة الحاتي بالضبط والبرغل ما بيزهرش فيها ولا حد بيعرف ان فيها برغل بس لو كنت اول مرة بتشرفوني يا ريت تشتركوا تفعلوا الجرس وكتبوا لي كومنت حلوة عشان رحب بيكم يلا خلونا نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة اصحابي انا البرغل الفاتح عندي خلص فا لقيت عندي البرغل اللي هو البني او البرغل الغامق طبعا انا هشتغل المأدير دي على نصف كيلو من اللحمة آآ اخدت نص كباية فقط اللي هو ما يعادل حواليا تقريبا تسعين جرام من البرغل وغسلته يعني حطيت عليه مية كده حتى صارت بيبقى فيه شوائب واتربة كده على البرغل ومرتين تلاتة وصفيت المية وسبته يتصفى يعني ما بننقعش البرغل تماما بس مجرد بنخسله آآ غسلة حلوة عشان نتأكد ان ما فيش اي شوائب ونسيبه يتصفى هنا اخدت حوالي بصلتين كده حلوين وقطعتهم وحطتهم في الكبة وحطيت عليهم البهارات ملح فلفل وآآ شطة سنة شطة لما يريد الشطة يقدر استبعدها ومعلقتين كبيرة من البابركة على طول يأم تبشريهم بالمبشرة اليدوية او تحطيهم في الكبة وتريح نفسك هنعم البصل جامد حتى البصل يجيب ميته احنا نريد المية بتاعت البصل يعني يكون فيه نسبة مية عالية من البصل فكل ما هنعم البصل اكتر كل ما هينزل المية بتاعته وحطيت التوابل عشان البصل يتشرب طعم التوابل من البداية هنا زي ما انتم شايفين آآ طبعا الخطوة دي تقدر بردو تعمليها بايدك او آآ مدام احنا نشغالين في الكبن سهل على نفسنا حطيت آآ نص كباية البرغل مع البصل واعطيتها لفتين بس وهتجبت الجوانب وهديها لفتين كمان عشان هتأكد ان البصل اندمج مع البرغل وكده صار معانا ممتاز البرغل بقى عشان كده احنا ما عناهوش لان هو هيتنقع في مية البصل هيشرب لي مية البصل والطعم بتاع التوابل فهيدينا طعم حلو جدا في الكفتة عشان كده غسلنا بس البرغل كويس وصفناه زي ما انتم شايفين اصحابي البرغل كده اهو شايفين هو لسه حباته زهرة لانه احنا مش منقوع هنسيبه ساعة احنا ما فيش الخلطة ما فيهاش اي لحوم ولا دهون ولا اي حاجة فبالتالي خارج التلاجة ما فيش اي مشكلة حتى البرغل يشرب كل آآ مية البصل والتوابل والنكاة هنا بقى شايفين طري خالص ونعم لانه تشرب كل مية البصل والتوابل كده صار معانا ممتاز هنبدأ نكمل الخطوات الكفتة هنا اصحابي هدي رشة جسط الطيب واضفت بس التليفون كان فصل مني اضفت حوالي معلقة صغيرة من بهارات مشكلة او بهارات كفتة اللي موجودة عندك واللي ما عندوش يقدر يحط يعني نص معلقة من كل حاجة كزبرة كمون ارفة آآ يعني ملح طبعا حطيت معلقة ملح اكيد وهنا بقى اللي هيديني هشاشة ويخليها مش مكتومة هنحط للنص كيلو آآ معلقة معلقة شاي لو انت هتشتغل على كيلو هتضيفي معلقة كبيرة من هنا بقى معي نص كيلو من اللحمة وخمسين جرام من الدهن الدهن انا بشتري اللحم من السوبر ماركت ومسلا انا اشتريت اتنين كيلو بخليه فروم هوملي بشيل منهم الدهون اوكي لان انا عندي الولاد ما بيحبوش الحاجات المدهنينة فالدهن بقى بنستخدمه في وصفات الكفتة في الشاورمة في الحاجات دي وخليه فروملي الدهون منفصلة وانا اضيفها بقى براحتي حسب كمية اللحمة او حسب كمية الاكلة انت اما تطلبي من الجزار يفروم لك الدهن مع اللحمة او يخليه يعطي لك الدهن الحالو او يفرومه لك منفصل وانت بقى اضيفيه حسب كمية الطبخة اللي انت هتعملها هنا بقى حطينا اللحمة والدهن وهنبدأ لازم بقى في المرحلة دي انا هشتغل في الفوت بروسيسور صراحة لو انتم يعني مش متوفر عندكم تقدر تشتغل في مطحنة الخلاط الصغيرة حتة حتة صغيرة وتطحنيها او اللي عنده عضلات بقى يحطها في طبق كبير او صاج ويبدأ يعجنها بايده مش هتقل عن عشر دقايق عجن ليه لان احنا عايزين البرغ اللي يختفي تماما مع اللحمة ويبقى فيه خيوط وانسجة كده من اللحمة اللي هي تسميغة اللحمة اهي شايفة شايفة سمغت بقت زي العجينة المرهم بالزبط هو ده المستوى اللي احنا شايفينه البرغر اختفى تماما البصل والتوابل كلها اختفت عطت لون فقط للحمة واللحمة صار فيها خيوط او منسجة او مسمغة زي ما بنقول بلغة الجزارين يعني كده صارت معنا شايفين العجينة ممتازة هنا بقى اصحبي او هخرجها كلها من الكبة وقلت لكم الخطوة دي تقدروا تعملوها باديكم بس يعني محتاجة شوية مجهود كده عشر دقايق عجن حتى توصلي للنتيجة دي لكن لما دامح نشتغلنا في الفوت بروسيسور او في الكبة من البداية فسهلي على نفسك واختصر الوقت وشايفة هي طبعا الكبة بتطلع النتيجة ممتازة بتدمج كل حاجة البرغل تماما اختفى ما بقالوش اي ظهور في الكفتة هنا هنبخر الكفتة ونديها طعم الشواء او طعم الحاتي اللي كانها مشوية على الفحم فعلا الخطوة دي بتفرق جدا انك تبخر اللحمة وهي نية لسه على عكس ما تبخر الكفتة بعد الاستوى هنا حطيت اه فحمة في قلب اه بتاع الكابكيك او اي ورقة الامونيوم ومباشرة النقطتين زيت ونغطيها ونسيبها بقى حتى الدخان يختفي تماما بتاخد خمس ست دقايق كده والريحة بقى مش قادرة وصفها لكم والله العظيم الولاد نزلوا من الدور التاني قالوا ماما انت بتشوي كباب قلت لهم لا مش باشي انا كنت ببخر الكفتة اللي هنعملها للغدا بتاع التاني يوم ان شاء الله فكانت الريحة قلبة الدنيا مجرد بس ان احنا بخرنا عجينة الكفتة هنا اصحابي بقى لو انت هتشتغل في نفس اليوم هتسبيها نص ساعة في التلاجة تريح انا عشان كنت بجهزها من بالليل فهغلفها بالبلاستيك رابو دخلها التلاجة وان شاء الله نلتقي بقى تاني يوم نعملها الغدا اليوم تاني ان شاء الله هنا اصحابي تاني يوم بازن الله هنا حطيت اه حوالي نص كباية مياه حطيت عليها معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة زيت كبيرة وهنا اللحمة اللي بخرناها من قبل من قبل بيوم يعني تجهيز مسبق هيسهل عليك على طول وهنا بقى عايزة تعمليها على سياخ اوكي مش عايزة تعمليها ممكن على ظهر معلقة ظهر شوكة بنبلق دينا بالمية بالزيت بالبابريكا بيسهل عليك ان الكفتة ما تلزقش في ايدك ونحطها على اي رف الشبكة وحط ورقة سيلفر من تحتها عشان كل الدهون والزيوت اللي هتنزل من الكفتة ما تتعبش نفسك وتنضيف الصنية تبقى مباشرة الورقة على البسكت والصنية تفضل معاك نضيفة اما تحطيهم على شبك واخدت منهم جزء عملتهم عملنا فرشة بصل وحطناهم على البصل ويبقى قدامك الاختيار عايزة تشكيهم في الاصابع برضو في الاسياخ تشوكيها في الاسياخ ما فيش اي مشكلة بس انا بشوف الطريقة دي اسهل على ظهر معلاء او ظهر شوكة بتطلع معاك ممتازة هنا بقى بقيت المية بالزيت عطيتهم دهنة طريقة التسوية بشغل من اسهل فقط الفرن طبعا يكون ساخن على اعلى حاجة بحط على اعلى على طول زي ما انتم شايفين اخدت حوالي خمستاشر دقيقة خلاص الكفتة تقريبا استوى ما تزاوديش عليها الاستوى عشان ما تنشفش منك هنا بقى هطفي ووديها خمس دقايق من فوق الشواع عشان يتحمر الوش وياخد لون دهب كده حلو وهنا اصحابي بعد ما خرجت الريحة مش قادرة وصفها لكم غير طبيعية والكفتة ريحتها وطعمها كانت رهيبة وجوسي طرية مش نشفة محدش حس بالبرغل خالص اتخيلين ان هي كلها لحمة وشايفين اصلا والله يعني احنا الكمية دي كلها خرجت من نص كيلو احنا اصلا كل واحد اخد سبعين كده في الغداء مع بطاطس وسلطات وما قدرناش نكمل يعني مشبعة وطعمها طحفة وريحتها طبعا تقدري تعملي كيلو وتصبعيها وتحفظيها في اطباق اه او اطباق فل ويتغلي فيها بالبلاستيك ريب وتحطيها في الفريزر وتطلعيها على التسوية شايفين قد ايه جوسي وتحفة وديستانية اهي كلها رهيبة المعادير في كلها في صندوق الوصف لايك وشير واشتراك السلام